وصلت مملكة البحرين حصد المزيد من الألقاب والإنجازات على مستوى مشاركتها ببطولات فنون القتال المختلطة العالمية وذلك عندما حقق المقاتل المحترف جيمس كاليجر بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين لقب بطولة تشاو الخمسة عشر بفوز على المقاتل ديكي ماكلانين في الجولة الأولى من النزال الرئيسي للبطولة التي استضافت منافساتها مدينة ديري بأيرلندا الشمالية وبهذه المناسبة أن أسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى عاهل البلاد المفدة على هذا الإنجاز مؤكد أن أسمو أن رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية ستواصل العطاء وحظ المزيد من الإنجازات بفضل الرعاية الملكية السامية لقطاع الشباب والرياضة والذي من شأنه ناضت الرياضة ورفعتها بالمملكة كما وهنا أسموها الحكومة الرشيدة برئاسة سمو رئيس الوزراء المقر وسمو وليل عهنة بالقائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهذه النتيجة المشرفة التي تحققت بفضل ما توليه الحكومة الرشيدة من دعم لا محدود لقطاع الشباب والرياضة هذا أشهد أسمو الشيخ خالد بن حمد بالجهود المتميزة التي يبدلها أسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب في سبيل ترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل السمرار العملية التنموية الشامدة من خلال ما يطرحه سموه من مبادرات وخطط وبرامج تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات لتطوير وارتقاء الرياضة البحرينية وقال سموه لقد استطاعت رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية أن تفرض حضورها القوي على الساحة العالمية من خلال مشاركة فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة التي كان لها بلغ الأثر في تحقيقها ستة إنجازات في وقت قياسية كانت كفيلة أن تضع اسم البحرين بمصاف الدول المتطورة بهذه الرياضة الدولية موضح أن سموه أن الرعاية والدعم سيستمران لهذه الرياضة لكي تواصل عطاها بتحقيق المزيد من النتائج المشرفة بمختلف المشاركات والبطولات العالمية القادمة وقد شاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالمستوى الذي ظهر به المقاتل المحترف جيمس كاليغر شاكرا سموها الجهازين الفني والإداري على تهيئة المقاتل بالصورة المطلوبة للمشاركة بهذه البطولة التي نجح من خلالها لتحقيق نتيجة مشرفة لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر